إثرى بيان الحكومة الشهدية الذي قرأته وزيرة الإعلام الناطق الرسمية باسم الحكومة حيال الأكاذيب والإداعات الباطلة التي أطلقتها نائبة وزير العدل الأمريكي فقد قدم صباح اليوم رئيس اتحاد جمعيات المجتمع المدني من أجل خدمة المواطنين محمود علي سعيد بيانا صحفيا استنكر فيه بشدة هذه الاتهامات الباطلة اتحاد جمعيات المجتمع المدني من أجل خدمة المواطنين كذاك يندد ويستنكر بشدة البيان الصدر من لدى القضاء الأمريكي ويقول كلام ما صحي وما عند أي أساس في الحقيقة وهذا البيان هو بيجيب الكذب في رئاسة الدولة وفي رئيس الجمهورية أن يعني المجتمع الشادي بأكمله نندد مثل هذه البيانات ونندد مثل هذه الأفعال اللي هدفها الأساسي هو تشنيء صورة شات اليوم بلدنا شات في أفريقيا يعني تلعب دور محوري ودور استثباب الأمن دور أساسي عشان داع الكواليس واللوبيات دائرين بأي طريقة كانت بيجوبوا الأكاذيب وبجوبوا الاتهامات الخطأ عشان يتلفوا سمأة رئيس الجمهورية ويتلفوا سمأة بلدنا لدى العالم وده عنينا ما بنرضه فوقه واليوم يعني العالم أصبح يعني دائرة مفتوحة كل الأكاذيب اللي هم بقولوا دي عنينا في المجتمع الشادي والإعلام وكل الطبقات الشاديية تندد مثل هذا العمل وتنكره وتقول ما بدخل أي أبدا كلام أكذوبي زيدا ما بدخل في رؤوسنا تندد وعنينا نقول لهم ونحضرهم نقول لهم كيف يعني رئيس الجمهورية وجات جزء واحد إذا جبتوا الأكاذيب في رئيس الجمهورية لأن أنت جبتوا الأكاذيب في المجتمع وفي الشعب وفي الدولة كلها ما ممكن ناس يمسوا شرفا ما ممكن يعنينا ما منرضو بالأشياء سيدي ونقول لا ولا ولا ما ممكن بل رئيس الجمهورية يعنينا نساندو ونكون ورايا دائما وأبدا شأن المسيرة لسهو ما شفو قادي مسيرة الأمن مسيرة السلام مسيرة الحقيقة مسيرة العدالة مسيرة التنمية المسيرة التي تمشي لك الدام وإن شاء الله بإذنه تعالى بلدنا تمشي لك الدام وتنهط وعلى رأسه رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو وفي ذات السياق هذا البيان الصخفي تجمع شباب الحركة الوطنية للإنقاذ يرفض هذه الأكاذيب من قبل الحكومة الأمريكية التي تتهم رئيس الشادي بالرشوة الكل يعلم استقامة وشرف الرئيس الشادي دي بيتنو فإن شباب الحركة الوطنية للإنقاذ يناشد القائمين بهذه المدعين لهذه التهمة أن هذه التهمة ليس لها أساس من الصحة وأن هذه الأكاذيب تهدف إلى تشويه صمعة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو المخلص الذي يشهد له العالم بدعمه ومساعدته للقارة الإفريقية وبهذه المناسبة فإن تجمع شباب الحركة الوطنية للإنقاذ يطلق من جميع المناضلين والمناضلات للحركة الوطنية للإنقاذ شعب الشادي كافة للوقوف وراء رئيس الجمهورية الرئيس المؤسس لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ الأم بأس كوقفة رجل واحد للتصدي لمثل هذه الاتهامات الكاذبة توقيع الرئيس الوطني لتجمع شباب الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس أبد الله كالكالا